اشتركوا في الحلقة جديدة هنا في استفلاة الرياكشن على هومسينا ما رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة والتريلر اللي احنا حنعمله الرياكشن النهاردة هو واحد من اكتر الافلام والتريلر اللي انا فعلا بجد متشوق فاشخ ان انا عمل لها تريلر الرياكشن لان كذا حاجة لان اولا الفيلم ده الجزء الاولاني بتاعه انا بصراحة يعني غيري ان انا بعشائه وشفته ف HTML مرة حرفين بدون مبلغة وشفته في السينما بتاع مرتين تلاتة وهو كان واحد من اهم الافلام لان نزلت سنة 2019 وهو فيلم جوكر الفيلم ده جماعة بالنسبة لي فيلم ده في حتى تانية وكان واحد من افضل الافلام السنة في 2019 او يعني انا ضد فشخ الناس اللي بتقولوا ان الفيلم ده فيلم مش حلو و يعني انا ضد فشخ الناس اللي بتقولوا ان الفيلم ده مش حلو مش عارف الناس بتقولوا عليه مش حلو و��의جزء اولا ينا بتكلم معرفش ازاي بتقول الناس مش حلو مش فاهم يعني ازاي ده فيلم مش حلو انا مش فاهم يعني يعني كفاية ان المخرج اصلا طوت فيليبس واحد كان واحد من المخرجين اللي هم يعني بتوع القامدي ان هم يخرجونا فيلم زي ده فده حاجة عبقرية انا شايف من وجهة نظر يعني ده كفاية الاداة التمثيلي والساوندراك وحاجات كتيرة مش عايزة بتقول مش حلو ازاي يعني انتم بتتكلموا فيه وهو واحد من الافلام الجزء الاولاني اللي انا كانت في بدايتي على هوم سينما اللي انا كنت عملها تريلر ري اكشن فده عشان كده برضو الفيلم ده بالنسبة لي جزء الاولاني بتاعه كان واحد من الاولي الافلام اللي عملت لها تريلر ري اكشن فبالنسبة لي مرتبط اكتر كمان وعاطفيا ان هو كان من واحد الفيديوهات اللي انا بدأتها بقى في البداية الخالص يعني يعني كان حاجة صعبة بصراحة ما علينا هو نزل التريلر بتاعه من كان يوم فيلم جوكر الجزء التاني وهو الوفيشيال تيزر تريلر وممكن نقول انه هو تريلر غزيري يعني تريلر كبير مش تريلر صغير يعني ما اعتبرش تيزر اللي هو 30 ثانية وخلاص يعني انا اصلا قبل ما التريلر ينزل قبلها بيوم او بيومين نزل تيزر صغالا جدا بتاع 15 ثانية وارثور فلك او خواكين فينيكس جوكر كان بيدحك وهو في السجن او في حاجة في اسايلم وبيضحكوا بتاعه فانا نزلت حتى الستوري بتاعتي على انستجرام ان انا يعني كانت ويت عشان انا نشوف التريلر بتاعه الكاست اللي معانا هو المخرج طبعا هو هو نفس المخرج توت فيليبس بيرجع علينا للجزء التاني والكاست معانا خواكين فينيكس وزازي بيتس يدي جاجا ونفس الناس نفس الناس تعتبر بتاعت الجزء الاول معانا برندن جليسن هو اللي حينضم فيه الجزء الثاني وانا بصراحة يعني من ساعة ما قالوا ان الفيلم ده او الجزء التاني انا عن نفسي كعمر انا عن نفسي هنا كعمر ما كنتش عايز الجزء التاني بتاع جوكري تعمل لان الجزء الاولاني انا بالنسبة لي كان فيلم متكامل الاركان بالنسبة لي يعني ما كنتش عايز اشوف جزء تاني خصوصا ان اللي طلع بعد كده اتقال ان الجزء التاني هيكون ميوزيكل وده بالنسبة لي كارثة في حد ذاته يعني قبل ما اشوف التريلر قبل ما اشوف اي حاجة ان الفيلم ده هيكون ميوزيكل بس الجنر بتاعه مش هيكون ميوزيكال سيرف يعني هو مفروض ان هو يعني كتصنيف فيلم جوكر جزء التاني هيكون كرايم سلاش دراما سلاش ميوزيكال يعني الجنر الميوزيكال ده في الاخر فبالنسبالي حوار ان هو يبقى ميوزيكال سيرف ده بالنسبالي حيبقى صعب اتمنى يعني ان انا اشوف حاجة بصراحة مختلفة اتمنى ان انا اشوف حاجة تصدمني ومش عارف يعني قال لا الان فشخ يعني الان فشخ ان الفيلم ده ان هو يبقى ميوزيكال بصراحة وبجد حد دي فشخ ان الفيلم ده لو اتعامل وحش يعني انا ممكن سفر امريكا شخصيا قاتل توت فيليبس يعني بجد لان هما قالوا في الجزء الاولاني ان هو هيتعامل جزء واحد بس حتى الكلام ده قاله واكيم فينيكس قال ان انا يعني اللي خلاني اقبل دور جوكر اصلا في حد ذاته ان هو ما يبقاش فيلم ليه كذا جزء هو يبقى فيلم واحد وخلاص على كده برس الفيلم طبعا نجح نجح رهيب يعني الفيلم تقريبا صرف عليه عشرة مليون ولا تلتاشر مليون وجاب مليار يعني بتتكلموا في ايه اجد يعني فطبيعي حيعملوا جزء تاني طبعا كالعادة انا مشوفش التريلر اول مرة اشوفه معكه دلوقتي الاول مرة جوكر بعنوانه الجديد فولي ادو يعني ومعرفش يعني ايه ده فرنساوي فهو الجزء التاني عمت يعني دو اعرف انها اتنين يعني يلا بينا نشوف تريلر جوكر جزء التاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بصوا هو التريلر جامد وكل حاجة بس انا معرفش ليه انا عجبني التريلر بتعجوز الاولاني اكتر يعني انا مش هتكلم بقى دلوقتي كفيلم انا هتكلم كاعلان كتريلر اعلان فيلم اولا انا عجبني التريلر الاعلاني الجزء الاولاني اكتر فيه تو تريلر نزلوا فيلم جوكر الجزء الاولاني الاعلان بتاعه كان رهيب كان جبر بس الفيلم ده حسيت ان فيه كمية اغاني فيه كتير فشخ ده واحد ثانيا هل الفعلا الفيلم كله حيبقى اغاني يعني ده بقى اللي انا مش فهمه يعني هل الفيلم كله حيبقى فيه اغاني انا معاليش عايزين نفسص كده يعني بالنا كتير ما فصصناش لمؤاخذة فعايزين نفسص يعني لمؤاخذة كده في التريلر ويحن هنا في البداية عمتا هو هنا في الفيلم هو تقريبا هو بيتكلم مع الزابط اللي موجود في الاسايلم هو عمتا نهاية الجزء الاولاني يعني سبويلينج يا جماعة معلش اللي ما شافش جوكر ان هو في الجزء الاولاني دخل الاسايلم وهو في الاسايلم بيبدأ يكتشف ان لدي جاجا معايا برضو في نفس الاسايلم وطبعا زي ما عرفنا من التريلر ان لدي جاجا هتكون طبعا هي هارلي كوين طبعا كان فيه مارجو روبي اللي بتقدم هارلي كوين في الادوار التانية بس احنا قلنا ان ده مالهوش علاقة بال ده يعني عالم جوكر ده عالم لوحده فاهمين قصلي زي بالزبط باتمان بتاع روبر باتنسن اللي هو بتاع مات ريفز ده عالم لوحده ده عالم لوحده ده عالم تاني مع نفسه ومش عارف ايه كلام ده كله ده عالم تاني مع نفسه ما علينا ما ملناش ده انا بحب الستاندالون موفي تعالى كده باشا المشهد ده لوحده عبقري يعني المشهد ده لوحده عبقري السيمترية يعني اختيار الالوان مع الكدر فشيخ يعني شكلنا حنشوف عظمه المشهد ده برضه فكرنا اللي هي بتاعت الحتة دي نفس المشهد اللي هي بتاعت زازي بيتس لما شافته في الجزء الاولاني لما كانت في الأسانسير راح يتعملت له نفس الحركة اللي هو كان بيعملها المشهد ده المشهد ده لوحده اكسم بالله يعني انا ممكن اعمله سكريم شوت كده واخده فريم وحطه كول بيبر يعني انا ممكن بفكر اعمله باخد المشهد ده اعمله برواز وحطه ورايا جنب اللي ورايا دي حنشوف المرة دي جوكر مش الكوميديان حنشوف في شخصية المغني نقدر نقول ان هو جوكر هيتطلع يغني مثلا وهم هنا لسه في الأسايلم بيتفرجوا على فيلم ميوزيكل اوكي ثانية واحدة يعني ممكن نقدر نقول انا يعني من وجهة نظري شايف ان ممكن اللي بيحصل كل حاجة في الرأس وفي الغنى وفي الميوزيكل ده كله مسلا يعني كل ده في دماغ أرثر بس يعني يعني ممكن تكون لدي جاجة اصلا برضو ما تكونش موجودة كهارلي كوان ممكن بيتعامل على اساس ان هي اصلا مش موجودة برضو وهي بتخرجه في العالم بتاعه هو مع نفسه في دماغه فكل اللي بيدور او الميوزيكل كله في دماغه هو وهو برضو لسه مازالة جوه الاركام اسايلم ممكن الله اعلم مشهد برضو استعراضي ما بين جوكر و هارلي كوين ولدي كوكا رجعنا تاني في نفس البيجراوند ده يا جماعة ده نفس الحتة او نفس الستوديو بتاع الجزء الاولاني بتاع روبر دينيرو اللي هو كان الكوميديان اللي كان بيقدم الستانداب كوميدي مش عارف الحتة المشهد برضو الفشيخ اللي كان بتاع الجزء انا مش هادر اشيل الجزء الاولاني انا مفكر بفكر خلص الحالي دور روح اتفرجع الجزء الاولاني تاني والله من كترة ما انا بحب الفيلم ده المشهد اللي هو بتاع كان نفس نفس الشكله فهم تقريبا حيرجعوا للجزء الاولاني في الستايج بتاع الستانداب كوميدي بتاع بتاع روبر دينيرو بتاع الجزء الاولاني هو تقريبا هنا على ما اظن بقى بطل شعبي مثلا ممكن يكونه خرج مش عارف هل الفيلم ده بيدور في ايه ده بيدور في دماغه ولا بيدور في دماغ أنا ولا بيدور في دماغ مين بقى مش عارف عجبني عجبني فشخ عجبني فشخ الكدر فشيخ السينما توجرفي بتاع الفيلم ده بجد حيبق في حتة تانية هوتيل أركم هو أصلا ولا فيه هوتيل أركم ولا فيه أي حاجة وهو أصلا شكله في الآخر برضو كله في دماغه الكدر عظمة يعني فكوكو حتى من كل حاجة بصوا على الألوان اللي بتاعت الشبابيك اللي ورا لا لا مش طبيعي هارلي كوين استعداد هارلي كوين يعني نفس البناء بتاع أرثور فلاك في الجزء الأولاني لما بقى جوكر تقريبا حنشوف نفس الاستعداد بتاع لدي جاجة وحتبقى هارلي كوين المشهد ده برضو فشيخ المشهد ده برضو مش طبيعي مش طبيعي كدرات مش طبيعية بجد عظمة بجد عظمة أنا من وجهة نظري شايف يا جماعة يعني أنا مش شايف بجد والله حايد بدون مبالغة أنا مش شايف أي ممثل تاني كان ممكن يليه في الدور ده قد خواكين فيونيكس المشهد ده برضو فشيخ رهيب بجد رهيب والله كدر والله برواز أكسم بالله يعني تقريبا حسوا أنه يعني كبرواز وايز ممكن يبقى أحلى أحلى كمان من برواز فرحي يعني مش فاهم يعني ممكن أخذو أحطه برضو براي يعني تقريبا حنيعمل كولكشن جوكر هنا هورا فيلم جوكر فوليه ده هينزل أكتوبر الفين أربعة وعشرين الحمد لله أنه هو هينزل السنة دي مش السنة الجاية لأنه لو كنت جيت ورمتولي التريلر ده وكنت قلتولي ألفين خمسة وعشرين كنت ممكن أقتلكو يعني ممكن أبعطلكو ميلة أسبيلكو فيه مثلا يعني أنا متحمس فشخ نسبة رقوبة للفيلم هي تسعة من عشرة وبجد بجد 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 أبوس إيديكو ما تبوزوش الفيلم ده والنبي ما تبوزوش الفيلم ده مش عشان الجوز الأولاني يجاب مليار فإحنا يلا بينا نعمل جوزء تاني فإنخبط في أي حاجة ونعمل أي حاجة عشان يجيب فلوس أنا بجد أخايف فشخة الحفظة يعملوه وحش بجد يعني حاسس إن ممكن توصل لدرجة إن الواحد يزعل يعني يزعل جامد كمان يزعل ويجيب ناس تزعل معلش برضو اللي استوقفني فيه المشهد ده قبل ما نقفل أنا برضو نسيت أقول عليه حاجة أنا برضو مش قادر أفهم هو إزاي فيه اتنين جوكر أنتو مش أخدين بالكو يعني هو مش يدق أرث الفلك اللي هو مفروض جوكر إزاي فيه جوكر تاني ورا ولا ده جوكر تاني ولا إيه ده بقى لمواخذة أو ممكن يكون ريزامبلنس ممكن يكون واحد حب إن هو يبقى أرثر فلك هو كمان فادع إن هو جوكر أنا أقول ده بهبد على فكرة أنا أقول ده يعني يعني ممكن يكون صح ممكن يكون غلط يعني ممكن يكون واحد عمل نفسه هو أرثر فلك فشاف أرثر فلك جوكر هو مثلا قدوته مثلا في الحياة فحب يبقى زيه بس إيه الفكرة إن هو يجري منه مش عارق أعرفش ده شيء غريب فاش إلا إيه زي مثلا اللي هو الراجل أبو ماسك ده مثلا يبقى بوليس معرفش أهو بيجري من أفكاره إحنا هنقض من هنا السنة جاية نقض نحلل مش هنخلص عشان كده نقف الفيديو مش هايزين نطول أنا زي أنا كنت بقول من شوية أنا بصراحة يعني متفائل جدا التريلر أتمنى أن أنا أشوف تريلر أقوى كمان من ده تحمسني أكتر للفيلم لأنه لو شفت التريلر لأنه أكيد واش حينزل تريلر تاني ده أنا متأكد من يوم فيلمية لأنه ده مش أوفيشال تريلر ده أوفيشال تيزر تريلر فهو غالباً حيبقى فيه تريلر تاني أوفر أول كتريلر يعني أنا بسطت جداً بس أنا بجد حقور أن يبقى كل الفيلم يبقى ميوزيكال ده بصراحة أنا ممكن أقتل في حد يعني حرفان بجد ممكن أقتل في حد وبجد حزع الأول لو حيبقى فيه حيبقى كله 3-4 أغاني أتمنى أن هما يعلوا على جوز الأولاني معرفش إزاي لأن جوز الأولاني كان حرفان كان البيك بتاع جوكر ففكرة أن هما يعدوا جوز الأولاني أنا من وجهة نظري شايف من دلوقتي هو قبل ما ينزل الفيلم لسه في أكتوبر حس أنها هتكون من رابع المستحلات ومجرد أن هما بيكاش جرابوا ومجرد الفيلم يعني بس أتمنى أن أنا أطلع غلط يعني أتمنى أن أنا أكون اللي أنا بقوله ده غلط أتمنى أن هما يعلوا على الجوز الأول وفكرة أن الفيلم يبقى ميوزيكل ده فكرة خطأ فشخ عشان أكتر المشاهد اللي عجبتهم الناس في الجوز الأولاني تبقى كلها رأس المشاهد الرأس اللي هو كان جوكر بيرقص فيه في الحمام ومش عارف أيهو كلام ده كله كانت من أكتر المشاهد اللي علمت مع الناس فنجيبه بقى الجوز التاني نعمله ميوزيكل فده ده أمان أكتر حاجات المتخلفة اللي ممكن تعملها في حياتك أتمنى الفيلم ده يبقى فوق التوقعات أنا عن مثل نسبة ترقبي للفيلم زي ما قلت هو 9 من 10 بس بجد لو هببته في الفيلم ده وخربته بجد حفشخه بجد حبعت ميل ممكن أفشخ الدنيا يعني أنتو الجوز الأولان بالنسبة لي ده كان في حيطة تانية خالص يعني بالنسبة لي ده كان في حيطة تانية خالص أتمنى الفيلم يطلع قد التوقعات وما يغزلناش والتريلر التاني اللي حينزل الأوفيشال تريلر أتمنى أن هما ما يتأخروش يعني ماينزلش قبل الفيلم بشهر يعني أتمنى أن هما ينزلوا مثلا الشهر الجاي أو اللي حاجة فينجزوه بس ما عنديش حاجة تانية أقول عن فيلم جوكر جزء التاني أتمنى الحلقة أكون عجبتكم إن شاء الله وشكو بديها تانية قريب ما تسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير اللي على الحلقة أعجبتكم وشكو بردو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية ما لون وتيك تو حساب لكم الليكس في الديسكريبشن ولا حابين تعملوا على فيسبوك وتيك توك وإنستغرام برضو حساب لكم الليكس في الديسكريبشن وباي باي